د�амية حديث الرسول له المسلم عليه الوحيد صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه الصحح هو الألباني ذكر رسوله المسلم أن أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس هذا في الناس ثم ذكر قال أحب الأعمار إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا الله أكبر لا تكتعيد ما عليش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كيف أنفعهم للناس عرج إلى الأعمال قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخنها على أخيك المسلم الله أكبر أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا وكلها نفع متعدي والنفع المتعدي مقدم على النفع الخاص ما فيها عبادة ولا فيها فرايض ولا فيها أم ولا صيام نفع البشر الله أكبر ولأن أكون في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كامل المسجد يعني المسجد النبوي يقصد المسجد النبوي الذي فيه الصلاة بألف صلاة الله أكبر ثم في بقية الحديث وتتمت الحديث قال ولا إن أي أقف بحاجة أخي حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم وتزل الأقدام ما شاء الله فالحديث عظيم والنفع عظيم النفع المتعدي هذا حثت عليه الشريعة بل هو مقدم على نفع الذات الله أكبر أيو الله هذا ما عندي من هذا حديث شامل وحديث شامل وفقت فيه ودلك الله شكرا لك يا شيخ مازل شكرا لحضورك اليوم شكرا لدعوتكم شيخ أبو عبد الله كفيت السم